طلب التدخل معنا صديقك العزيز المهندس عامر حسين يا باش مهندس اهلا بيك اهلا بيك ربين بيه ازا حضرتك اهلا بيه ازا حضرتك ازاك كله تمام الحمد لله كله خير الحمد لله ايه الاخبار بعد برضو اتطردت تعدل بعد ما تعدل مباراة الاهلي وجيمة الاسيوب اتطردت تعدل على المعدل كمان والله انا لو كان عندي فكرة كابتن من هذا ان الحقيقة كنت حلتها على طول بس الفكر ده انا شفته متأخر دلوقتي لانه كنت ممكن الاعب الاهلي لعب يوم الحد يرجع يلعب يوم الاتنين هنا لتاني يوم اه المباراة بتاعته بساعة الدور يعني ما تجرب اه انما دي فتتني والله يعني حقيقة دي فتتني بس دين انا هو بتعلم بتفرج وبتعلم وكوة انتو جبته الحقيقة الكلام اللي قاله وهو قاعد براحته في التكييف كده في البيت بالزبط المهندس عادل اهلك اللي على شطة عوام برب لا وللأسف انك الرئيس لجنة مسابقات الحقيقة السابقة سابقة انما واحد عارف كل المشاكل وهارف كل الاوضاع وهو عمال يومين دولار عمال يجرع القانوات بيبان مش عارف بفكر ايه الحقيقة حاجة طبعا من الحقيقة الحزين بالنسبة لها اه نمر اتنين حتة اليوم الاتنين ديت يعني الاندية الاتحاد الافريكي بيقولك من بدري النادي بيحدد يوم من الثلاثة في الاضوار التامهدية جمعة ستة حد اي وده بيحدد قبلها بعشر كيام وفيه طبعا فيه اندية بتخالف للعشر كيام وتبقى قبل كده اه حالاتك ازاي هتحط يوم الاتنين وانت مش عارف النادي قصم هيحدد يوم ايه يعني انت بتكتل عندك اندية عندك حتى لو تحكمت فيها الاندية اللي بره انت مش عارف هو هيلعب يوم ايه بالزبط غالبا بيلعب الحد غالبا بيلعب الحد اه اه يعني غالبا كله بيلعب ستة حد ما عادت سودان وليه بيحتبال مدعب وما فرس الجمعة اه دي مرة اتنين اللي بيحدد الكونفدرالية جمعة او سبت بالنسبة لابطال الدوري ده في دور المجموعة ده في دورة تمهيدي والملحق الافريكي هو النادي اللي بيحدد قبلها اليوم بتاعه جمعة او سبت او الحد ده الفرق بين الموضوعين الموضوع التاني ده ما حضرتك قلت ان فيه ايام الاستحاد الافريكة عملها جمعة سبت او حد وفيه ايام عملها ثلاث واربع يعني النادي الاهل عمل لعب التراج في تونس يوم طمان طارشة לוو ايو سن والجاب لعب بعد كده لعبته في عيد الاضحى والاول مرة كت لعب حد في الronicية اضحى من سنين طويلة ده لعب موت شين في العيد اول يوم يوم واحد وعشرين واربعة وعشرين بالضبط بعدين اللاعب كمبالا سيتي يوم تمانية وعشرين الاهل وكمبالا سيتي يوم تمانية وعشرين ايف تمانية وبعدين المنتخب تجمع يوم تلاتة في التالént بعدها على طهول. لغاية يوم حداشر ستمبر. ايه. الاجهان ده الدولية. اه. والدور الثمانية الافريكي يتلعب يوم اربعتاشر. يعني من يوم تلاتة اللعبة ترجع يوم حداشر. مجرارة افريكا يوم اربعتاشر وخمستاشر. دور الثمانية. اه. ممكن يلعب انت. يعني يجي من حداشر يلعب اتناشر ويلعب افريكا اربعتاشر. والمجرارة الوحدة التانية يوم واحد وعشرين. مم. لما يلعب سابت هنا دور الثمانية. ولعبه. يوم الاثنين بقى سبعتاشر. اش ممكن. ان يتلعب واحد وعشرين. مم. يعني ممكن. اصل بصة عامر بي من غير يعني. اه زخم الارقام اللي مستحيل المستادة مشاهدين حيعرفوا. حتى المسألة واضحة. هو اصلا بيلعب في في الماتشات اللي هي اه لازم يلعبها كل تلات اربعة ايام ماتش. يبقى اي ماتش في النص لازم حد اجل. هي دي عايزة يا حزبة. ولا نقعد نلقبط الناس. يعني ماتش الداخلية هو. انا مش راهم يعني الحقيقة والناس النقاط عابين. وعضوا مجلس ادارة التحاد. اه. المفهود ان انا. صحيح. انا عايزين يعرفوا الحقيقة والمهندس هاني جابنا في ابتناع مجلس الادارة. ام. وجبت الاجندة وجبت طابلو كلو. ورت لهم الاجندة وورت لهم الخنات الفاضية. اللي احنا ما في نلعب فيها الدوري. الملس هم ندوت. اي. يضبك خرم ابرى. يعني احنا بنعد المباريات بخرم ابرى. وعملها يقدم مباريات. يعني اللي حصل في الفترة الاخيرة ده مثال حي. موروات الاهلي كان من يوم واحد وعشرين انجمع. اي. دا تتلعب في يوم الحد. وهم يعني هو هو مش كفال الاهلي فيه. هو الاهلي دا في اعتمن المكدسات. مش المؤجلات. المكدسات. منها على حساب اصاباته على. دا الاصابة اللي بتقعد اسبوع بتفرط على اللعيمة تشده وساعات ثلاثة. دا. يا مش مهندس يعني بجزن حضرتك. لما تلعب المباريات يوم الحد تاتيوبيا. تلاتة وعشرين. ومباراة الداخلية كان ستة وعشرين. وعنده انبي يوم تلاتين. والامن يقولك مفيش واحد وثلاثين ما تلعبش. فمقدرش ارحل بتاع انبي. واحد وثلاثين من الامن ما حايمنا يلعب. يوم اربعة مع بيرند. يوم ثمانية مع اسموحة. ما نلعب افريقيا بعد كده. يحداشر ياتناشر. يعني كل الامور دي انهو خنات وانهو تثبيت يوم اللي تقدر تلعب فيه. وانت مش عارف اصلا انت هتلعب يوم ايه. صحية. اه. الموضوع اللي بعد كده. المنتقب الوطني لعب اربع مباريات دولية. اه. لفترة دي. ودخلت البطولة الجديدة بالنادل الاسماعيلي لعب التامهيدي. قبل البطولة القديمة بتنتهي. ايه. بتاعات البطولة الافريقية. ايه. الكابتن مازل مرضوء الحقيقة. اخر دوري اظهره. كان دوري مجموعتين. ومعرفش يكمله. صح. ومعرفش بعد دلوقتي كان فاضل ازروع واحد. على البطولة في دوري المجموعتين. وما كملش الدوري معه. وبعد ما عرفش يكمله. اخطأ في حق اتحاده بكرة والمجلس اللي كان موجود. وتجاوز حقهم. واستيب الدنيا وميش. هل انا مطلوب مني ان انا في وقت ازان ادوى ايه. 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 انما ما كانش فيه الارتنفات دية. كانش فيه امم افريقيا. شقر ستة. ما كانش فيه بطولتين في بطولة. والتالتة هتخش بعدها على طول. هتقدم معها. البطولة العربية اللي كابتن نازم بيقول المفوض النادي يختار. اكيد هو مش عايش بعيد عن البلد عشان يضلل الرأي العام. ويعرف ان فيه حاجات بتبقى مفوضة عليك وعلى الان دية. اه. ويكفي. الضغوط اللي اتعاملت وما اللي عارفها. على الان دية بتاعتنا. وعلى النادي الان. وفي زمالك المهم لازم يشاركوا في البطولة العربية. اه. لها اعتبارات عربية. طبعا. انا طبعا. لها اعتبارات تانية خالص. صحيح. والحقيقة حققت الغرض منها البطولة. ايه. لما بيبقى فيه تضحيات. مش كل حاجة النادي هو اللي يختارها او انت لك الاختائرات. صحيح. احنا مش اوروبا يقول لك كنا اه اوروبا بلعابه. ربك ايه. ده انا احديك مثال لحضرتك. اه. نادي الاسماعيلي عند المباراة تا في ومتين وعشرين. اه. بقيت لي جواب مرتين تلاتة اليومين اللي فاته. ان هو هيرجع ستة وعشرين عشان ما فيش طيران منتظم. فعادي اجل مباراة المقاولين اللي هي يوم سبعة وعشرين. اه. اخيل حضرتك بعد تان يوم مش لقي طيران. اه. اقول لك عادي اجل المباراة السبعة عشرين الفاولين. طبعا انا اعتذرت له. لان الوقت مش متاح. الناد الإسماعيلي بقاله دلوقتي. سبعة وتلاتين يوم ملعبوش ولا مبرافل دورة. انما هي العين كلها مركزة في حتة واحدة من هو دل الاهل. Swift. ايوا. محد تشافه الناد الإسماعيلي? قال له سبعة وتلاتين يوم ملعبش ولا مبرافل دورة. سبعة وتلاتين 카يتيت جيبه ارتباطات الناد الإسماعيلي. قري Celebrac is ساحة انك انت تلعبه. مم. طبعا اعتذرت لهم بعتلهم جواب. ده مسال حي اللي بنقارن بينا وبين اوروبا. اوروبا تروح ساعتين وترجع. طيب. قلت جدولك ان هو بيلعب ثلاثة واربعة. الفرقة قمالت البطولة خلاص. هو ثلاثة واربعة وخلاص هو بيلعب جمعة سابت حد جمعة سابت حد اللي بعدها. ما عنديش مشكلة. ممم. والكابت الهاني رامدي قال انا كنت بالعب في المانيا. كنا بنرجع نعمل الاستشفى بعد المباراة في النادي بتاعنا. اه يا دوب. احنا نتكلم على الراجل ماسك لاجنة المسابقات ما عاربش تايران شكله ايه في افريقيا. اه. في اندية طوع ديوم في المسافة. ويمزي النادي. يا فندم هي مش ما يعرفش دي. المشكلة انه عارف. ده منسق في الاتحاد الافريكي. انا 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 اصفني الكلام ده. اه طبعا. دوري مجموعكين. اه. انتي فيه كامل انتبصات ديته ما عاربش يكمله. بلاش وقت يكمله. اه. ويتكلم في موسم. الاتحاد الافريكي بقولك ده استثناء. طبعا. من حيث افطال الدورة الافريكية. واستثناء من حيث الامم الافريكية. وزاد عليه الكتودة العربية. كل ومنتخب وطني اربع مباريات. كل شهر فيه مباراة. مباراة. شهر اكتوبة مباراتين. شهر نزمبر مباراة. طيب. كل الاعتباطات ديت. طبف. هو اهل حاجة تانية. قالك لو وصل للاه لكاس العالم للاندية. مم. كانت بقت نصيبة صودة. مم. لا كان احسن لانا ان الناد الاهلي يوصل لكاس العالم الاندية. اه. ان اوفر في الوقت ان هو كان يلعب دور الاتين وثلاثين. ايوا. ان يوصل لكاس العالم الاندية. كان يخش دور المجموعات على طول. هتجنبوا دور الاتين وثلاثين. حتى هو مشار الاجندة انه الافضل. مش على كلام الناس اللي كان بيطلع. ان ان الاتحاد الكورة لجم مسابقات عائزة الاهلي يخسر. اه. عشان ما فيش وقت. اه. اه. وهو اوفر للجنة المسابقات ان هو كان يوصل الكاس العالم الاندية. لان كانش هيلعب المباراتين بتوقع سيبيا دولت الدور الاتين وثلاثين. كان هيلعب دور المجموعات على طول. والكاس العالم الاندية كلها تتلعفها عشر تيام. اي. يعني اقل من المباراتين بتوقع سيبيا اللي بيعود خمستاشر يوم. انه قبلها باربع تيام وبعد ما يرجع عاربع تيام. فدي اوفر. من ناحية الوقت. طيب. كل الامور اللي منحكيها جي. اه. والي يقول لك. آآ الاهلي بيلعب مبارات ضعيفة. والاهلي كل اللي بالعب كل ما صارت Penny في القاهرة. اه. وهو كنسر من هادي بيلعبه في القاهرة. اه. يبقى من دية منوان من بره زي. صحية. صحية. للاتناشر ماتش كلهم في القاهرة. طيب كلهم من القاهرة صحية. طيب الها semana في قاهرة. ولنهم من القاهرة. دا دور الوحيدة اللي في العالم. اه. المحاولة. اه. عايزك تلعب مع الماولين برا القاهرة. اه. اه. يعني حاجة غريبة جدا. بعدين يرجع تاني يقول لك. نلعب كل يوم الاتنين. طيب. زي ما قلت لحضرية احنا لعبش قبل الدوري قبل جدول قمعة ولا سبطة لحد النادى حيختار ايه? ده التعادلات الاستثنائية اللي بتحصل. اي. 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 ده الوقت اللي اول الاهلي والزمالك. دي هم مبارات في القاهرة. الاتنين بيلعبوه في افريقيا حيرجعوه. ايه. هلعبوهم هم الاتنين في يوم واحد. والامن يقول لك لو الاهلي بيلعب مفيش مادي لعب معه في القاهرة. اه. 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 فىه منطق في الكلام ده. اه. يعني يعني الامن عندو منطق في الكلام ده. طبعا والامن طبعا من قراراته و واحنا مغمضين لازم حلماش فيها. طبعا. 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 بيجي الام نقول لك المبارات تروح اسكندرية. مش هلتلعب هنا. مبارات دي هي زي بتوجدته ولا السماعيلي. وتلاقي ملعب لاسكندرية كان مرتبط بمبارات تطر اه اه. الاسكندرية وانا قد قاعدش لمباراة واحدة في اسكندرية. ما فيش مباراتين في اليوم. واحنا عندنا ثلاث انداف اسكندرية. والمصر كان بيقى في اسكندرية كفرقة رابعة. هل كل المشاكل دين هي زي اوروبا? لا طبعا لا. احنا لأسيلة بقى ابراهيم بيه وعدي بيه. فضل. احنا كنا في القرعة بتاعك الاتحاد العربي. اي. في اموزاجي من يومين. اه. والكابتن واليش الله كان قاعد مع منضوي الاندية. اه. واحنا بنحط للطريقة قاعدة القرعة. قبل ما روح للقرعة. واللي الناس ما تعرفوش برضو ان دايما بعد القرعة. عشان كده انا باضطر ان انا روح احضر القرعة كل مرة. اللي كل ناديين بيقعوا بيقعوا مع بعض في القرعة. هم اللي بيتفوا على معادل مباراتين. يعني ملهاش اشان ده البطولة العربية الموسى ندور. اه. اللي فيه اندية من افريقيا وفيه اندية من اسيا. اه. ارتباطات افريقيا غير ارتباطات اسيا. صحيح. امم اسيا هتتلعب في يناير في الامارات. اه. فبالتالي فرقة هتتأسفش تلعب انك في فبراير. ايه. اللي خلنانا ان احنا نحدد للينادي الابتحاد. المباراتين بتوعي يوم ثمانية ويوم ثمانتاشر فبراير. اه. اللي عندها افريقيا اللي ومعها بعض عندها وقت ارتباطات مختلف. اه. يعني كانان وانت بتحط الجدول انت مش عارف البطولة العربية. اللي عندها بتاعتك. هتلعب فين? ده اللي لاني اطلع جزء جزء من من الجدول. مقدرش احط كله. امم. دي برضو اعينة من العينات. امم. انا بقول له حدثك بقى كابتن وليت صراح. ان برضو من كنديم من اللي كفرعوا بتكلموا الحقيقة. في اون سبورت. امم. بقى لالتالي ابراهيم عبدالله وقال لك. بيحلل المباريات. طبعا هو كمدير كورة. انا معرفش زي مدير كورة بيحلل الفرق التانية كلها. على الهوى يعني. عادي المدربين بيلعبوا ضد فرق وتاني يوم يحللولها. عادي. انا عادي يعني. عادي وبعد نقول لك احنا زي اميروبا يعني. بس يوم ما ينقضوا بس. يقول لي ابراهيم بيع عبدالجواد ايه. اه. يقول له جاهب اي حل المبارات الالتحاد يسموحها. اه. فالالتحاد كان المستوى مش اول وتعادل في الوقت الضاية. اه. مبرر ايه بقى? اه. عاصل ما فيش دوري في العالم. ان فرقة يلاعبوا بعض مرتين في كمسة ايام واربعة. اه. انا ماتش الرحيم قال له. قال له دي برشلونة وريال مدريد لعبوا ثلاث مقررات في شوحة الانتباع. مسلا. صحيح. اه. اه. ايه المشكلة في كده يعني. اه. فالكابت الوليد هو قاعد في الاجتماع. لقابتوا عن نجم الساحل التونسي. اه. هما اربعتاشر النادي. اه. اللي هما الاتحاد هناك طارد على المدير الفاني. انه قبل مصر هنا اكتراج يلعب مضارة من المؤجلات. اه. رقم انه هما لعبوا الدور بعدنا بخمسة اربعين يوم. اه. رقم انه هما اربعتاشر النادي. اي. وما عندهمش مشاكل بتاعتنا بتاعت الملاعب. اي. لقى نجم الساحل بيعترض انه هو مضغوط. بيلاقي الهلال السعودي. بس التراجع خدوا منه وقتها لعب واحد بس من المنتخب. اه هما اتضبطوها مع بعض. طيب. احنا هنا اجيري لو اخدت منه يوم من الاجندة بيقلت بوزه ويقول لك لا الكلام ده تتقرب ليس للاجندة. ام. والتحاد الكورة طبعا. كابتن ياني قال لك للمنتخب عند الامر واحد. ام. غير المنتخب الالومبي. اللي كل اجندة. ده الاجندة بعد شهر ثلاثة راح يعمل ثلاثة نشاط الاسبانية. اه. واخد اللعيمة كلها. فالهلال السعودي اشتكى ان الاتحاد السعودي ضغط عليه. رغم ان ارتباطاتهم غير ارتباطاتنا. وقال ان ارتباطاتنا كتير. اي. انما عندهم الموسم دوت. امم اسيا. في شهر يناير. امم. طب طولة واحدة عنا يطلقوا مشكلة. في جناير. احنا كل الكم دوت. وعندنا اربع عندية. بشاركين. الدنيا تبقى غردية عشان واحد يطلع في التكييف. يقول لك انا لما وقدت الاهل والاسماعيلي. اجيلوا مباراة. انا اخدت بعض ومشيت من الاتحاد. اعرف حضرتك هو كان حاجة اتمصر الاهل والاسماعيلي. قبل نهاية افريكا بثلاثة ايام. وعايزي لاعب الاهلي قبل نهاية نهاية افريكا لاب ثلاثة ايام. لكن تنيف زاهر قال له ازاي نادي مصر حيال عبنهاية افريكا كعب وقبلها بثلاثة ايام. ببرامة مع الاسماعيلي. اه. لا ما انتهرقش معه هو. اه طبع. يعني احط المشكلة قبل مصر النهائي. او قبل النهائي. اه. احط النادي عندنا ببرامة قبلها بثلاثة ايام. مم. مم. للاسك. لحضرتك الزمالك لما لعب في الفين وست واشر. عشان الناس بزايد كافة الرضا عبدالعالي الحقيقة. اه. اللي طلع طبعا وعايد زايد على نادي الزمالك. اه. وعلى جمهور نادي الزمالك. طلع مع الكافة المصطفى يونس. اه. الكافة المصطفى يونس طبع بان انا اخش المداخلة. قال له لا لو دخل انا حمشي. باني مش عايزين نرد. اه. بالأرقام اللي انا بلعى لحضرتها. اه. مش عايزين وعملهم قارنا بين الفين وست واشر. بالزبط. لما الزمالك وصل النهائي. بالزبط. وبين دلوقتي. الزمالك في اول خمس مباريات في الفين وست واشر. اللي هو كان بدأنا الدوري في ستمبر. والنهائي كان في شهر عشرة. اه. يعني في خلال اربعين يوم كانت البطولة. الزمالك لعب مباراة من خمس مباريات في الدورة. بتعجيل له اربعة من الخمسة. في اربعين يوم. كانت النصر التعليم قبل المباراة بتاعته بست ايام. مم. وطلع بارض الكاتل الخارج واندور. يقول لك المرضوش يبدلوا المطشين. من اسوان. للقاهرة عشان ريحوا الزمال. يا عامر بيه. هو انت متصور. ان انت مش انت المنصود بالكلام ده. اللي لكلها عايزين يحطوا الاهلي انه بيتجامل. اه. هو انت فاكر انت بس في السكة ضحية هزا الامر. انا بقول له حبيتك رسوانجر. هو ما يعرفش حتى دوايح. من حد بيجي يبدل المطشين. انا مقدرش افرد على نادي. ان هو يبدل المباراة بتاعته. ده لو كان بيتكلم موضوعية. الا ازا اتفقوا مع بعض. صدقني هو الموضوعية اخر حاجة يفكروا فيه. انا الموز اندورت انا مبدل الجونة والزمالك. مفوضي تلاعف الجونة تلاعف القاهرة. عشان الزمالك انا عنده مبرامة للتحادس في البطولة العربية. بعدها بارمع ايام. انا انا بقدر اساعد الاندية كل جهة. بتاكيد. طب قل. موافعة الجونة الجونة اللي باعتلي. انا انا موافعة انا اردل المباراة. لو الجونة موافعش. انا اقدر اردل الزمالك المباراة. كل دي حقايقهم بنقولها وارقام. وبعدين اخيرا انا عطلت احضراتكم. لا لا بالعكس احنا عايزين انا. انا باقلب. اه. باقلب من الكابت النازل. اه. ادعط له الانتباطات اللي موجودة اللي هي باية الموسم. اه. ويعمل اللي هو عايز يعمله. ويبع. يطلع يعلنه عن هاو. اه. اقتراح. وعمل حاجة كويسة. اه. اقولك حيرض يقول ايه. اقولك حيرض يقول ايه من غير ما 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 عشان توفر وقتك. حيقولك انت اطلق فينها. وتدانح اللا. حيقولك كده. هو. ما فيش. يا عامر بايه. اه. مش هيغلب. طيب. قولي دلوقت يا باشموندس. بالنسبة للموسم الافريقي الجديد. البطولة الاندية. دور الابطال والكونفدرالية. المفروض هيبدأه في اغسطس. مش كده? اه. ان شاء الله. مين اللي هيشارك فيهم من مصر? هل في اي تصور للحل ده? الحل زي مع المانتش عادل قال لها حضرتك. اه. لازم قابلها جيبها فيه حاجة اثنائية. اه. لان طبعا احنا قبل كده خلصنا الدوري في شهر اثنائش. اه. الناس بتنسى. اه. وفي دوريات دلالها في اثناشر وخلصناها في شهر عشرة. اه. الناس بتنسى برضو. وفي احنا كوس لعبناها. ان احنا مثل غبطين من بعد الفين واحداشر. لعبنا مواسم مختلفة تماما. وكنت با دايما بطارب بالتحاد والمجلس اللي فات. ان انا ضحي بالفرس الكاس. عشان نتجأ للوضع الطبيعي بتاعنا. اه. وننفضل الوضع الطبيعي اللي هو شهر خمسة. رافضوا عشان العقود اللي موجودة. اه. وبالتالي اول موسم كان اللي فات ان احنا نوصل فيه. ان احنا نصل لشهر الخمسة. وكنا موفود ان احنا نرجع بقى الطبيعي. نبدأ ثمانية. ونخلص خمسة. انما الظروف اللي حصلت في الاستثنائية بتاعت الاتحاد الافريكة. ان هما طبقوا حاجتين استثنائلين في وقت واحد. نقل كاس الامم للصيف. اه. الاندية وهموا افريكا اللي تهمها بعض. اه. كان ممكن يتعاملوا على موسمين. يغير هنا موسم التاني موسم. اي. انما هو معرفش ايه الظروف اللي عندهم. زي ما انا محبش حد بيحكم عليا من معرفة ظروفي. انا بقول جس. معرفش ايه الظروف اللي عندهم. ان هما اضطروا المرحلتين دولار في موسم واحد. وجات لنا احنا في نفس الموسم الانتقالي بتاعنا احنا برضه. اه. في نفس الموسم اللي في البطولة العربية اللي في كل الحاجات اللي عندنا ديات. اه. انما بقول لها حلواتك لازم يبقى قرار استثنائي. او ده من ما انت فعاد لي قال. ان الامور تبقى بانت قبلها. قبل البطولة. من اول ومن ثاني. صرف المظرة الاي مباراة كانت هتفضل. اه. وبالحالة دي طبعا ده يبقى الحق ان مجلس ادارة الاتحاد. ان هو ياخد القرار بيد كل واحد حقه. بدان بقيت المباراة مش هتفرق. او غير كده بيبقى في بقى قرارات استثنائية مجلس ادارة بيشوف الافضل اللي ممكن يعمله ايه. هو الاتعاد الافريقي يقرر ان اه بطل الموسم السابق والمتصدر مسا. يعني فيها هي عادة قرارات استثنائية. مش هتبان الا وقتها. اه. انما بقدر الامكان طبعا اه زي ما حضرتك عارف برضه موضوع القيد. هو السيستم كل بلد بتحدد المواعيد القيد بتاعاته. اه. اللي في العالم واحد. اه. على حسب ارتباطاتها كانت. طب هل. اه. اه. انا حفتح القيد عندي تبقى لزروف المسابقة بتاع بك. احنا غيرنا اه مواعيد القيد عندنا. اسمين اللي فاتت اكتر من مرة. ان كانت المواسم دخل اصبع. في احنا كنا بحد المواعيد. تتناسب معه. ان احنا هننهي امتى ونبدأ امتى. امتى. انما مش العالم كله بيبتح في وقت واحد يعني فيه. الخليج بيبتح في وقت. احنا بنبتح في وقت امريكا الجنوبية. يعني. يعني الكيد. الكيد وقتها يمكن استثناءنا فيه. انا طبعا. احنا غير المواعيد احنا بنحدد المواعيد. ده حصل كذب. ان شاء الله. ان شاء الله. نورة المحكمة. بدا. انتوني الفرصة. لا احنا لنساعدنا بيك وكنت وحشنا فعلا. هام حاجة ان الناس تشوف الحقيقة يعني. شكرا جزيلا للمهندس عامل. يا شكرا جزيلا للمشاهدة.